سؤالاني من الأخت الفاضلة رجاء من العراق السؤال الأول يرتبط برواية من رواياتهم وأحاديثهم والله ليغيبن غيبة الحديث عن إمام زماننا والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجة ما المقصود بالهلكة؟ وهل نحن منهم نحن الشيعة في هذا الزمان وهل نحن منهم يعني تنطبق الرواية علينا إذا لم نكن نحن منهم يا رجاء فمن هم هؤلاء الذين تتحدث عنهم الرواية الشريفة قطعاً نحن منهم هذا الذي قرأته بحسب ما جاء في السؤال هو جزء من رواية طويلة هذه الرواية مذكورة في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة طبعة الكتاب الذي بين يديه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الرواية تبدأ في صفحة 415 الباب السادس ما جاء مروياً عن إمامنا الحسن العسكري بخصوص غيبة قائم آل محمد الحديث الأول حديث طويل الذي نقله لنا هو أحمد بن إسحاق من خواص أصحاب الأئمة إنه أحمد بن إسحاق الأشعري القموي إمامنا الحسن العسكري يحدثه يحدث أحمد بن إسحاق إلى أن يقول له والله ليغيبن غيبة يحدثه عن صاحب الأمر وفي لقاء أحمد بن إسحاق هذا التقى بصاحب الزمان عند أبيه الحسن العسكري لكنني أنا والسؤال فهكذا قال إمامنا الحسن العسكري لأحمد بن إسحاق والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه هذا الكلام مر علينا في الحلقات المتقدمة وقد تحدثت عنه كرارا ومرارا لكنني أذكر الأخت السائلة أذكرها بسورة العصر وقد تحدثت عنها في الحلقات المتقدمة والعصر إن الإنسان لفي خسر هذه هي الهلكة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالحجة بن الحسن وعملوا الصالحات إنها الصالحات التي يرتضيها وأفضل الصالحات التي يرتضيها أن نصل إخواننا بأي شيء أن نصلهم بالمعرفة قبل المال العلم يزكو على النفق والمال تنقصه النفق المال ضروري لكن العلم أتحدث عن علم الدين أتحدث عن العقيدة السليمة أتحدث عن المعرفة الصحيحة أتحدث عن النصيحة الحكيمة وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأعلى الصالحات هو إحياء أمر إمام زماننا وهذا الإحياء وهذه المعرفة هي التي تجعلنا نتواصى من دون المعرفة كيف نتواصى بأي شيء نتواصى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق إمام زماننا ولايته طاعته التسليم لأمره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا إنه الصبر في فناء إمام زماننا أن نصبر في عملنا في التمهيد لمشروعه العظيم مهما واجهنا هذا هو الصبر الذي يجب أن نتواصى به وأن يوصي بعضنا بعضا الهلكة بخلاف كل ذلك الذي يتحدث عنه إمامنا الحسن العسكري فيقول والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه ووفقه فيها في غيبة إمامه والعصر إنه عصر القائم عصر غيبته عصر ظهوره نحن الآن في عصر غيبته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر المضمون هو هو حين يقول إمامنا الحسن العسكري مستثنيا الذين سينجون من الهلكة ووفقه فيها في الغيبة للدعاء بتعجيل فرجه هذا ما أكده إمام زماننا في توقيعه الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب ومر الحديث بخصوصه أقرأ عليكم من التوقيع نفسه وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم هذا هو النجاة من الهلكة والله ليغيبن غيبتان لا ينجو فيها من الهلكة النجاة من الهلكة هو هذا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا هو بنجاتنا من الهلكة كيف ذلك من أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج كيف نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج لا بد أن يكون العمل أكثر يا أباذار يا أباذار وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذار يا أباذار القليل من الدعاء القليل من الدعاء يكفي يكفي القليل من الدعاء مع كثير البر يكفي مثل ما يشبه لنا رسول الله ذلك كما يكفي القليل من الملح الطعام الكثير من البر يحتاج للقليل من الدعاء مثل ما يحتاج الكثير من الطعام إلى القليل من الملح فما بالكم حينما يطالبنا إمام زماننا بالكثير من الدعاء إنه يطالبنا بالعمل الكثير والكثير والكثير مثل ما قال الصادق وهو يذكر القائمة صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي الهلكة النجاة منها هنا هنا إنه المنهج الزهرائي الواضح هذا هو الذي أحدثكم دائما عنه وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها في الغيبة للدعاء بتعجيل فرجه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بإمامهم هناك تواصل فيما بين المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصحب وراية الأبقع وراية السفياني الحكمة الذهبية الوصية الذهبية الأمر الذهبي النصيحة الذهبية التوجيه الذهبي قولوا ما تشاءون إنه أمر إمام زماننا الحجة ابن الحسن فيما جاء في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة ماذا جاء في أواخرها في أواخر الرسالة فليعمل إنه فعل مضارع مع علام الأمر هو أشد وأقوى وأكثر تأكيداً في الأمر والطلب فليعمل فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوب الحوبة الإثم الحوبة المعصية والجريمة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوب ندم على إثم على معصية على مخالفة واضحة فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة إلى آخر ما جاء في كلمات إمام زماننا فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا أول شيء أول شيء أن ننظف عقولنا وقلوبنا من قذارات مراجع حوزة نجفي وكربلا تريدون أن تتقربوا من إمام زمانكم هو الذي خاطبنا وأرسل إلى الشيعة رسالته طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أول شيء أول شيء أن تدفعوا هذه الطامة العظمى أن تكونوا في نفس المستوى مع منكر إمامته مساوق مساوي في نفس الاتجاه طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أول شيء أن تتجنبوا هذا الموقف كيف تكونون شيعة وأنتم في مستوى واحد مع منكر إمامته كيف تنتظرونه أول شيء عليكم أن تخلصوا أنفسكم من هذا الموقف أن نخلص أنفسنا من هذا الموقف السيء أن نكون نحن والذين أنكروا إمامته في موقف واحد علينا أن نخلص أنفسنا من هذا الموقف كيف نخلص أنفسنا أن ننظف عقولنا وقلوبنا من قذارات مراجع النجف وكربلاء من أولهم إلى آخرهم من زمن الطوس إلى يومك هذا عليك أن تنظف عقلك وقلبك يا أيها الشيعي كي تكون مستعدا للسير إلى الآن أنت لست مستعدا للسير عليك أن تخرج نفسك من ساحة منكر إمامة الحجة بن الحسن قد تقول من أنني لست ملكرا لإمامته هو الذي يقول يقول من أن الذي يأخذ المعرفة من غير طريقنا هو في نفس المنزل حينما سيموت يحشر مع أولئك فتعود القذارة إلى أصلها فأنت تحمل عقلا قذرا وتحمل قلبا قذرا ما عندك من حسن من حب إمام زمانك سيسلب منك عند الموت وستذهب مع قذارتك التي جئت بها من أولئك القذرين من مراجع النجف وكربلاء كل القذارة عنده إنها قذارة العيون الكدرة القذرة الويل لهم الويل لهم هم لا يعلمون إلى أي جهة متجهون الويل لهم إذا كانت عقول الشيعة قد تقدرت فهم قذارة في قذارة في قذارة لكثرة ما عانقوا القذارة ولكثرة ما امتزجوا مع القذارة ولكثرة ما دافعوا عن القذارة ولكثرة ما وقفوا في وجه الذين يريدون أن ينظف هذه القذارة وهم يصرون على بقائها ما أقدرهم ما أقدرهم ما أوسخهم هؤلاء هذه هي حقيقتهم فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا أول شيء نظف عقولكم وقلوبكم من قذارات مراجع حوزة النجف و كربلاء خصوصا فيما يرتبط بالعقائد خصوصا فيما يرتبط بتفسير القرآن تفسير القرآن الذي تأخذونه من الوائلي ومن خطباء المنبار ومن الذين يحدثونكم عن القرآن في الفضائيات هذا التفسير يقدر عقولكم يقدر قلوبكم هذا التفسير يفترض أنكم بايعتم في بيعة الغدير على رفضه فكيف تعتقدون به المفترض في بيعة الغدير أنكم بايعتم الله وبايعتم محمدا وبايعتم عليا وبايعتم فاطمة و الأئمة المعصومين من المجتبى إلى القائم بايعتم هؤلاء جميعا على أن ترفضوا تفسير النواصل الذي ينقله لكم الوائلي و خطباء المنبار ممن هم على منهجه هذه الفضائيات السيستانية والشرازية تنضح قذارة بهذا التفسير القثري الذي ينقلونه إليكم عبر الخطباء و عبر البرامج و عبر الذين يفسرون القرآن لكم هذه هي الحقيقة من الآخر فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا إذا أردتم أن تستمعوا إلى أولئك و إلى هذه الفضائيات فبهذه النية كي تعرفوا قذارتهم لأجل أن تتبرأوا منها و لأجل أن تكونوا سبباً في توعية الآخرين كي تبينوا لهم القذارة التي تنشر عبر الفضائيات السيستانية و الشرازية و سائر الفضائيات و الشرازية و الشرازية الأخرى فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا و يتجنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا فأنتم حينما تبتعدون عن قذارات هؤلاء المراجع القذرين البتريين من مراجع حوزة الطوسي حينما تبتعدون عن قذاراتهم إنكم تطبقون أمر إمام زمانكم و يتجنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا و حينما تتوجهون إلى معارف أهل البيت التي تتلقونها من قناة القمر أو من أي مكان آخر تجدون معارف أهل البيت فيه فإنكم تعملون كما قال إمام زماننا فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا من معرفتنا من أحاديثنا من تفسيرنا هذا هو الذي يحببكم إلى إمام زمانكم هذه هي الحقيقة من الآخر هل تنتفعون منها هل تتدبرون فيها هذا الأمر راجع إليكم الذي يرتبط بي أن أعلمكم أن أبلغكم أن أعلمكم أن أضع الحقائق بين أيديكم بقية الأمر ترتبط بكم أنتم نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالات علي صلوات الله عليه والاعتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل صار واضحا المراد من الهلكة بحسب سؤال السائل ما المقصود بالهلكة وهل نحن منهم يعني تنطبق الرواية علينا الجواب نعم نحن منهم الأمر راجع إلينا هل نريد أن نكون من الهالكين أم نريد أن نكون من الناجين وقد تقدم الكلام بشكل جلي وواضح هناك سؤال آخر وهو آخر سؤال في رسالة السائلة كيف أعرف ويثبت لي بأنني وصلت إلى معرفة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعرفته معرفة مطلقة أقول يا رجع إذا وصلت إلى حالة وأنت تستشعرين من أنك قد عرفت إمامك معرفة مطلقة فهذا يدل على أنك لا تعرفين شيئا من معرفة إمام زمانك أصلا نحن كائنات مقيدة وقيودنا كثيرة نحن نحن مقيدون بقيود الطبيعة نحن مقيدون بقيود أجسامنا ومقيدون بقيود حاجاتها أرواحنا حبيسة في زنزانة أجسادنا هذه الأجساد وهذه الأجسام هي زنزانات للأرواح لكن طبيعة الحياة على الأرض لابد أن تكون بهذه الكينون من الآخر أجسامنا زنزانة نحن مقيدون فيها وحاجات أجسامنا قيود هي الأخرى حاجتنا للنوم وحاجتنا للطعام وحاجتنا للراحة وحاجتنا للشراب ووو حاجتنا قيود الدنيا من حولنا في كل شؤونها تقيدنا إليها بالسلاسل والأغلال نحن مقيدون نحن كائنات مقيدة هذا كله في عالم أجسامنا أما في عالم أرواحنا صحيح أن الأرواح إذا منطلقت من هذه الزنزانات وتخلصت من قيود الأجسام ومن أغلال شؤون الدنيا فإنها ستحصل شيئا من الحرية والانطلاق لكنها تبقى مقيدة بضيق أفقها وإن اتسعت آفاقها بالقياس إلى ما كانت عليه تبقى مقيدة بضيق أفقها نحن كائنات مقيدة وحينما نتوجه إلى وجه الله فوجه الله مطلق لا حدود له فأن لكائن مقيد صغير لا قيمة له أن يكون حائزا على معرفة مطلقة بذلك الوجه المحيط المطلق أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنها الحقيقة التي لا تقيد بقيد إنها الجهة التي لا أقول عنها إنها مطلقة إنها فوق الإطلاق وما بعدما فوق الإطلاق إنها هي التي تمنح الإطلاق إن كان هناك من كائنات مطلقة نحن نتحدث عن جهة لا تستطيع الألفاظ أن تقترب من الأفلاك المحيطة بفنائها لا بها لها فناء وهو بعيد عنها وهناك أفلاك تدور حول فنائها اللغة عاجزة عن أن تقترب من الأفلاك التي تدور حول أفنيتها ماذا تقولين في سؤالك هذا بقدر ما نستطيع أن نعرف فإننا نعرف بحدودنا يا كميل يا كميل القلوب أوعية أوعية وخيرها أوعاها هنيئا للذين يملكون قلوبا واعية وهنيئا 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 مضاعفا للذين يملكون قلوبا أوعى معرفتنا بإمام زماننا لن تنتهي لن تتوقف قطعا هذا إذا أردنا أن نستمر في طريق معرفتنا أن نواصل السير بالضبط مثل ما وجهنا إمامنا الصادق هذا الكلام لنا وإلا فإن الصادق هو القائم وإن القائم هو صادق صلوات الله عليهم لو أدركته لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا هو مسيرنا إلى إمام زماننا إذا أردنا أن نستمر في مسير الخير هذا قطعا بهذه النية بنية أن التوفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء في أول النهار ألا إن الحق في حلي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون أذكر نفسي وأذكركم بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي عبارات مجزة لكنها تلخص كل شيء في الطريق الذي أشار إليه إمامنا الصادق لو أدركته لو أدركته القائمة لخدمته أيام حياتي هذا المسير وهذا الطريق وهذا الاتجاه بحاجة إلى برنامج يا كميل يا كميل ما من حركة أمير المؤمنين يقول يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة مسير الخدمة المهدوية برنامجه المعرف يتلخص في عبائر وجمل البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك